الشيخ صالح ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج للممنوع أن امرأته أن يطلقها ثم يقوم بمراجعتها فينفك السحر هل هذا وجيه؟ هذا ليس بصحيح وهذه فتوى العوام الطلاق مبغض إلى الله سبحانه وتعالى وليس علاجاً ليس الطلاق بعلاج وإنما يلجأ إلى الطب الشرعي بعلاج السحر بما شرع الله سبحانه وتعالى مع صحة النية والعزيمة والاعتقاد بالله عز وجل الله جل وعلا عندما تصح نية فالله قريب مجيب نعم